تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقات سلبي سبورت اللي بتجيكم مني أنا محمد عوات خبر ممكن بيزبط بالدراما بالفنتازيا داني الألبس بيرجع لبرشلونة بعد ما كان ربما بنظرنا اعتزل وراح بعيد على البرازيل الرجع ورجع لمين لبرشلونة الفريق اللي قدموا كأحد أفضل الأظهر اليمين في تاريخ كرت القدم كواحد من أحسن إحصائيات الصناعة والتسجيل كظهير أيمن في تاريخ نادي برشلونة في حلقة اليوم هنحكي بثلاث قضايا القضية الأولى ليش رجع داني الألبس والقضية الثانية ليش فشل برشلونة بتعويض داني الألبس بعد سنين طويلة والقضية الثالثة ليش القرار مش جديد على بورتا وعبرشلونة وليش شفنا هذا السيناريو بفيلم قبل هيك نبدأ بالمسألة الأولى بنيش رجع داني الألبس بالنسبة للاعب بعمره بالنسبة للاعب بهذا السن اللي وصل له من الصعب تتصور أنه جاء عشان يكون أساسي دوري ودوري أبطال من الصعب تتصور أنه ممكن يتحمل ضغط تدريبات نادي محترف بأوروبا مع مباراة كل ثلاثة أيام من الصعب جدا فبالتالي بتقول هو جاء ربما لسبب آخر وهذا أنا المؤمن فيه المؤمن فيه بيجي نتيجة الكلام الكثير الآن أنه عقده عبارة عن عقد حتفعلك كل ما تلعب يعني بناء عدد المباراة اللي بتلعبها عن نتائج اللي بتتحقق بصير راتبك يكبر لكن الراتب الثابت ضعيف جدا زي ما بنعرف فبالعادي هذا النوع من العقود مش للاعب جاء يلعب مباراة كل ثلاثة أيام أنا شايف الهدف من ألفس حتى لو فادهم رياضيا حتى لو فادهم رياضيا أنا ممكن يكون مفيد رياضيا دانيل ألفس هذا بخبرته بفهمه لكرة القدم بذكاءه كظهير أيمن ممكن يفرق معه لكن أعتقد الهدف شيء ثاني شافي مدرك تماما أنه غرفة تغيير الملابس محطمة نفسيا مشتتة ما عندهاش ثقة بالنفس ودانيل ألفس رجل عنده ثقة كبيرة بنفسه ورجل يمثل مرحلة ذهبية بتاريخ برشلونة ورجل ما بحب يخسر أبدا فبالتالي استعادة ألفس كأنه بيقوله تعال ساعدني بالأجواء السلبية هاي أنت أحكي مع اللاعبين بصفتك واحد منهم مش أنا بصفتي مديرهم ومدربهم فحيفرق لما يتكلم محهم ألفس بهذا الكلام حيفرق محهم بناحية الثقة بالنفس بغرفة تغيير الملابس وبناحية أجواء التدريبات ألفس شخص كل مكان يتدرب فيه مدحو بهذه النحية بيرفع النحية الإيجابية في أجواء غرفة التدريبات بالحماس فالهدف الأساسي من دانيل ألفس بشبهه أكثر بسلفينيو مع جوارديولا في برشلونة بشبهه أكثر من هدف ذهني الهدف يساعد تشافي وصل أفكاره لللاعبين عبر شرح الأفكار والمفاهيم والمبادئ اللي هو أصلاً ألفس بيعرفها زي ما بعرفها تشافي بكرت القدم البرشلونية اللي إيجت مع جوارديولا فبيعرفوها الاثنين فبيساعد بعض اللاعبين لتوضيح أخطاؤهم وبيساعد أيضاً برفع الثقة بالنفس لو لعب حيلعب بس أنا قناعة الشخصية إنه مش جاي يلعب مباراة كل ثلاثة أيام زي ما حكيت جاي أكثر يساعد تشافي وكأنه مساعد مدرب بس بيقدر يكون لعب الروح على المحور الثاني دائماً الناس حد تقول برشلونة والله في شيء اللي بتعويد دانيل ألفس ورجع ألفس بصراحة ألفس يعني بالعصر الحديث لكرة القدم هو تقريباً أفضل ظهير أيمن أنا شفته بحياتي من عهد كافو لو بدي أقارن بينهم ممكن أميل عاطفياً لألفس لأنه كان برشلونة معه أقوى من الفرق اللعب معها كافو بفتراته المختلفة لكن لما نتفرج بالموضوع بشكل أعماق ما فيش نادي بيوقف على لعب كرة قدم السبب الأول أنه ما إجاء ولا مدرب مبتكر عنده أفكار وعقلية هجومية بتقوم على أدوار الظهير الأيمن والأيسر بالفريق من بعد إلويس إنريكا تقريباً وبنعرف ألفس غادر وبن بعدها المدادبين كانوا فالفيرتي كيكي ستيني اللي ما درب تقريباً ويعني آخرهم كان كومن فبالتالي ما كان أصلاً فيه منظومة هجومية حقيقية تعمل بروح جماعية وأفكار جماعية يتوظف خلال هذا الظهير الأيمن وينجح يعني هذه أولاً المسألة كانت مشكلة فنية المسألة الثانية برشلونة كان بخيل بمسألة الظهير الأيمن برشلونة دفع بجريزمان 120 ودفع بدملة 120 وبكوتيني و160 لما راح جاب دست دفع يعني دور على ظهير الأيمن بإيده يعني معاه فلوس إجليل يجيب فيه برشلونة كان بخيل كان غير شجاع بدعم مركز الظهير الأيمن وبنفس الوقت كانت الصحافة الكتالونية عم تحمي سيرجي روبرتو كثير زي ما بنعرف لكن عدم الكرم بمسألة الظهير الأيمن هي اللي عملت المشكلة أذكر زمان أيام اللوك داون تاع كورونا كانت في حلقة برنامج استوديو فقلت لو أنا برشلونة ومعاي فلوس بدي أشتري لاعب واحد هشتري مثلاً كيمتش أحطه ظهير أيمن محتاج بواحد ظهير أيمن ذقيل يجيك جاهز لأنه ما حدا بيجي بيدخل شوي شوي وبيكبر عشان يعوض ألبس ألبس حمل فقيل فبرشلونة كان بخيل في هذه المسألة فهي مسألتين مسألت أنه ما يجا مدربين أساساً عشان نقول أنهم يخلقوا منظومة هجومية حقية كانوا كلهم بالتكلين على ميسي بشكل مبالغ فيه والشي الثاني أنه برشلونة فعلاً ما استثمر بمركز ظهير الأيمن في حين دفع بمراكز ربما ما بتلزمه فلوس أكثر فما رح يجيب ظهير أيمن جاهز سوبر يحطه يلعب عشان يعوض ألبس بس هو بساطة كان يستنى ضربة حض يتعوض ألبس الروح على الجزء الثالث هل برشلونة عمله شي قبل هيك؟ اللي بيذكروا برشلونة ما بين 2001-2004 بتذكروا أنه الأجواء بتشبه أجواء ما قبل ريكورد الأجواء الحزينة الأداء الكئيب النتائج الغريبة نفسها وحكيت بحلقة زمان أنه الآن تشافي جاي ليكون ريكورد وليس ليكون جوارديولا المسألة هون أنه برشلونة في تلك الفترة وبموسم 2003-2004 اتعاقد مع لاعب مفاجأة كان غير متوقع إدجار ديفيدز لاعب يوفنتوس وقتها اللي كان عمره 30-31 يعتبر أنه صار خلص يعني كبير بالعمر لأنه منعرف البنية ما كانوا يتجهزوا اللاعبين بدنياً ونظام تغذية وصحة زي اللاعبين الحاليين فعمرهم الآن أطول بالماضي كان بعد الثلاثين اللاعب بلش يفكر بالاعتزال الآن إدجار ديفيدز جاء على برشلونة 2003-2004 بالشتا ولعب 18 مباراة تقريباً بالدورة كانت فعلاً الهدف الأساسي منه مش تكتيكي ولا فني كان الهدف مسألة الروح اللي بتميز فيها إدجار ديفيدز مسألة رفض الخسارة اللي بتميز فيها إدجار ديفيدز مسألة اللي يظلوا يطاوش على كل كرة اللي بتميز فيها إدجار ديفيدز كانت مزألة ذهنية ونجحت ولابورتا بيعرف ذلك لأنه كان موجود وريكارد كان موجود فبيعرفوا أنه ممكن أنت تجيب لاعب لست شهور الهدف بس تكسر جمودة ثقافة الاستسلام ثقافة الخسارة اللي في النادي وبعدين بترجع تبني فأنا لما تشوف إخوال لابورتا كيف تحكي كيف يفكر بتعرف إنه حابب يستخدم أفكار من الماضي وأعتقد فكرة ألبس هي نسخة جديدة من فكرة إدغار ديفيدز اللي جابت نتيجة للعلم وفادة برشلونة مرحلة الإياب فممكن يكون لألبس نفس التأثير ويفيدهم في مرحلة الإياب نوصل هنا نهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستغرام وضروري جدا انتبويني على سيرفي سبورت واليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة